شكرا على وفائكم والآن إلى أخبار الاقتصاد صحبة الزميل عبدالصمد الصالح صباح الخير عبدالصمد صباح الخير أنس إذن البداية عبدالصمد بالمغرب ونتائج عمليات صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي فاقت المليار والنصف المليار درحام أنس والنتيجة آلاف مناصص بالشغل ورقم مهم في المعاملات بعدما خصص صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة غلافا إجماليا يبلغ مليار وخمسمائة وخمسين مليون درهم منذ انطلاقه في أكتوبر 2014 وإلى غاية نهاية مارس الماضي وبحسب معطيات الوزارة الاقتصاد والمالية فإن حصة المقاولات المستفيدة من دعم الصندوق بلغت خمسة وتسعين بالمئة من مجموع المقاولات وثلاثة وثمانين بالمئة من حجم القرض الممنوحة وتمثل قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية واحدا وسبعين بالمئة من محفظة الصندوق التي ساهمت في الحفاظ على استمرارية التوازن لمائتين وخمسة وأربعين مقاولة في قطاع خمسة وتسعين واربعين مقاولة نعم في قطاع الطاقة عبدالصمد في ليبيا مخاوف مؤسسة انتاج النفط الليبية يعني تخوفت من انخفاض انتاج النفط وهذه المخاوف قد تحققت على أرض الواقع بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد ومخاوف جديدة أنصر ربما يتوقف لانتاج النفط نهائيا في ليبيا بعدما هبط انتاجها من النفط الخام إلى مستويات متدنية في ظل خلاف بشأن حقوق التصدير بين الحكومات المتنازعة وقال مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إن انتاج البلاد أصبح يتراوح بين 200 ألف و 220 ألف برميل من النفط يوميا بعد أن اضطرت شركة الخليج العربي للنفط أكبر شركة تابعة للمؤسسة لتخفض انتاجها بأكثر من النصف لينزل إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا من 230 ألف برميل يوميا في الوقت الذي تظل فيه عملية تحميل الخام من مرسى الحريقة بشرق ليبيا معلقة وحذر المسؤول النفطي الليبي من أن التصدير سيتوقف في أقل من أربعة أسابيع إذا استمر حصار الميناء نتحول عبدالصمد إلى الجارة الشمالية إسبانيا حيث تقلصت الطبقة المتوسطة في إسبانيا إلى مستويات مهمة خلال العشر سنوات الماضية متأثرا أنس بالأزمة المالية العالمية ذلك ما أوضحه تقرير لمعهد البحث الاقتصادية ببالينسيا الذي أوضح أن الطبقة الوسطى الإسبانية فقدت حوالي ثلاثة ملايين شخص بين سنتين 2003 و2013 وبحسب الدراسة فإن الطبقة الوسطى انتقلت من 59% من الساكنة الإسبانية سنة 2003 إلى 52% سنة 2013 فيما ارتفعت الطبقة الفقيرة من 31% إلى 39% خلال الفترة نفسها التغيير في المشهد الاجتماعي والاقتصادي الإسباني يأتي نتيجة لسياسات التقشف التي نهاجتها الحكومة الإسبانية منذ انبلاع الأزمة الاقتصادية سنة 2008 مع الأزمة الاقتصادية دائما عبدالصمد والآن في الأرجنتين التي حاولت حكومة الأرجنتين التفاوض مع المقاولات من أجل كبح تسريح الموظفين أناس بغية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وعدم الإضرار بالموظفين وأيضا عدم الإضرار بالمقاولات قد أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن توصلها لاتفاق مع أرباب المقاولات يلتزم بمجبه هؤلاء بعدم تسريح الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ووقع ممثل أبرز مقاولات القطاع الخاصة لاتفاق خلال اجتماع دعا إليه الرئيس موريسيو ماكري قبل اجتماع مماثل مع قادة المركزية النقابية الأهم في البلاد وتسعى حكومة الرئيس ماكري من وراء هذه الخطوة إلى قطع الطريق عن مشروع قانون قدمته المعارضة يقضي بمنع تسريح الموظفين ويفرض تعويضات مضاعفة لهؤلاء في حال تسريحهم إذن عبد سمت نختم بقطاع التجارة الإلكترونية في الهند هذا القطاع الذي يعد بمزيد من التقدم خلال الخمس سنوات القادمة ينمو بشكل كبير أنس متقدما على بقية دول العالم فقد توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الهند نموا بنسبة 51% سنويا بحلول سنة 2020 وتتوقع الدراسة أن يرتفع حجم معاملات التجارة الإلكترونية في شبه القارة الهندية من 30 مليار دولار سنة 2015 ليبلغ 120 مليار دولار سنة 2020 متجاوزا بذلك بكثير نمو هذا القطاع في الصين المقدر في 18% وفي اليوان المتوقع في 11% يشار إلى أن نحو 65% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الهند تتم عن طريق الهواتف الذكية هذا ما لدينا مشاهدين في فقرة الاقتصاد أعود لك أنز شكرا جزيلا لك عبد السمت شكرا لكم مشاهدين بعد قليل تلتقون مع قراءة في أبرز عنوان الصحف صحبة الزميلة سحر بسليمان أرجو أن تتفضلوا بالوقع معنا اشتركوا في القناة